شاهدنا وللحديث أكثر حول المشهد الأمني في البلاد ينضم إلينا مشكورا في الثالثة المتحدث باسم العمليات المشتركة لواء تعصيل الخفاجي بداية مرحبا بك سيادة اللواء في نشرة الثالثة نبدأ من ملف الاتفاق مع واشطن بشأن الانسحاب ما هي آخر تفصيلات الإجماعات بين اللجان الأمنية المشتركة هل من تفصيلات أخرى تذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك سيد الكريم وتحية لك ولمشاهدي قناة الرشيد بالتأكيد الاجتماعي الذي حدث يوم الخميس السابع مساء كانت فيه ثلاث نقاط جوهرية النقطة الأولى أنه يتم سحب الوحدات القتالية وآخر موعد هو رح يكون 31-12-2021 على أن يتم سحب ثلاث وحدات نهاية هذا الشهر النقطة الثانية هو تخفيض مستوى التمثيل من فيلق إلى وحدة صغيرة والنقطة الثالثة هي الاستمرار بتقديم الدعم في مجال المشورة والاستخبارات وكذلك التدريب ورفع وبناء القدرات وهذا بالتأكيد هو الحقيقة لفيصل المهم لكون القوات الأمنية العراقية تحتاج إلى تدريب وإلى رفع بالقدرات وإلى تسليح وهذا ما اتفق عليه الجانبين أيضا المجتمع الدولي تأهد بأن يستمر بدعم العراق وتقليم كثير من الإمكانيات له في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة داعش على وجه الخصوص طيب التحالف الدولي سيادة اللواء يعني يعلن التزامه التام بدعم العراق لمواجهة داعش السؤال هنا هل هناك تنسيق لذلك الدعم بين قطاعاتنا المشتركة ومع التحالف الدولي وما الذي سيقتصر على هذا النوع يعني بالتأكيد التحالف الدولي عندما أكد التزامه بدعم قوات الأمن العراقية هذا يندرج في مجال التنسيق العالي وفي مجال أيضا يدخل في مجال إما تقديم الضربات الجوية أو المشورة الاستخبارية أو أيضا الاستطلاع الجوي وكذلك أيضا تقديم التسليح والتجهيز إلى قوات الأمن العراقية هذا العمل يأتي ضمن ستراتيجية ورؤية ونوع من الشراكة الجديدة بيننا وبين المجتمع الدولي لا زال المجتمع الدولي يعمل مع القوات الأمنية العراقية لمساعدتها ومكافحة الإرهاب ولا زال الإرهاب باقي ويتجذر الحقيقة ونود من خلال هذا العمل أن نستأصل جذوره وننهي تواجده في العراق العمليات المشتركة تنفي وجود تغيير في مناطق انتشار الجيش والبشمرقة سيادة الواء على ماذا استندت قيادة العمليات المشتركة ذلك النفي وما هي حقيقة انتشار في المدن والمناطق الفاصلة مع أقديم كردستان نعم احنا المشاورات اللي بدأت بيننا وبين الأخوان في الأقديم كانت هناك سلسلة من الاجتماعات هذه الاجتماعات تمخض عنها إنشاء ست مراكز مشتركة هذه المراكز المشتركة كان لها دور كبير في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال التنسيق العالي فيما بيننا وبين البياشمارقة وأيضا في مجال تبادل المعلومات وحماية سواء اقتصاديات العراق أو اقتصاد الإقليم وكذلك منع التسلل وغلق الثغرات الأمنية لكن أيضا تمخض عن هذه الاجتماعات إنشاء قوتين بقوة لواء هذه تكون مشتركة وتأتي في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وهذا السؤال هنا إنه هذه القوتين أين تنتشر إحنا بيننا وبين قوات البياشمارقة هناك يسمى الخط الأزرق أو الخط الفاصل بيننا وبين قوات حرس الإقليم وهذه في بعض الأحيان تكون بمسافة 40 كيلو في بعض الأحيان تقتصر تواجد تنظيم داعش في هذه المناطق بدأ وبدأوا يتمترسون وبدأوا يقومون بعمليات تأثر على قواتنا الأمنية وعلى حرس الإقليم لذلك الفكرة إنه ننشئ هذه القوات المختلطة لتوزيحها وغلق الثغرات وكذلك منع تواجد الإرهابيين في تلك المناطق التي في بعض الأحيان تكون ثغرة أمنية أو تكون الحقيقة مأوى للإرهابيين نستثمر وجودك معنا سيدة الأمرة الأخرى كيف تجري الاستعدادات الأمنية التي تسبق إجراء عملية الانتخابات في الشهر المقبل هل اكتملت الخطط الفنية واللوجستية لتأمين؟ نفيتم أن يكون هناك حظر للتجوال في عملية الإقتراع هل سيتغير هذا القرار نظرا للمتغيرات الأمنية؟ يعني أولاً إحنا بدينا كقيادة عمليات مشتركة منذ أكثر من شهرين في إنشاء خطط خاصة في قيادات العمليات وهذه الخطط كان لها تأثير كبير ومباشر أثناء المناقشة ناقشنا كل قادة العمليات في كل المحافظات والحقيقة طلعنا على هذه الخطط قسم غيرنا منها قسم أيدناها وقسم آخر أيضاً دعمناها بقوات أمنية الموضوع أنه توزيع الأنطقة الأمنية والقوات وكذلك حماية مراكز الانتخاب وحماية الناخبين وحماية صناديق الاقتراع أثناء نقلها وكذلك حمايتها في المخازن هذا كان إلى دور كبير وأولوية كبيرة عملنا ممارسة أولى أمنية بحضور رئيس المزراء هناك لدينا ممارستين أخرين وجدنا بعض الأمور التي ممكن أن نتجاوزها الممارسة الثانية إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سوف تأتي وبذلك تكون الممارسة الأخيرة هي تهيئة كاملة إلى الانتخابات نعم نحن جاهزون ومستعدون لقيارة هذه الانتخابات هذا من جانب من جانب آخر قيارة العمليات المشتركة أعلنت وأمام الجميع ومن خلال قلاتكم أيضاً نعلن بأنه لا يوجد حضر للتجوال هناك عمل كبير باتجاه مراكز الاقتراع هناك تحديد لطرق وصول الناخب إلى مركز الاقتراع ولكن أيضاً هناك إجراءات عملية نتخذها سواء أثناء الانتخابات أو بعدها نعم من بغداد حدثنا بصوتي وأصورة المتحدث باسمي العمليات المشتركة لواطح سين الخفاجي شكراً جزيلاً لك لنضمامك إلينا في نشرة التالي